مرحبا أصدقائي وإياكم حارثي المهندس وهذا الفيديو أقول لكم بآخر التطورات والأخبار التي حدثت حول الهجرة من تركيا اليونان فأخذكم معي طبعا هذا الفيديو بتاريخ 12-3-2020 المصادف يوم الخميس قبل كم يوم نزلت الفيديو وكان العنوان مات أنه الاتحاد الأوروبي وافق على استقبال أطفال أكثر من 1700 طفل من اليونان ولكن هناك الكثير من التعليقات ومثلت أشخاص تقول شيئا وشيئا وشيئا فأحبت أوضح لكم في هذا الشغل الناس الذين يستقبلوهم أو الأطفال الذين يستقبلوهم هم أصلا موجودين بالجزر اليونانية ليس من الناس الذين حاليا موجودين على الحدود البرية بين تركيا واليونان فهذه الأطفال أصلا صار لهم أكثر من سنة موجودين بالجزر اليونانية أكثر من 1500 طفل حد الآن هم موافقين عليهم وأغلب هذول الأطفال هم بدون أولياء أمور يعني أولياء أمور هم أما هم مفقودين جايين وغير ناس مثلا وانقطع الاتصال بأولياء أمورهم أو ما عندهم أي مرافقين وأغلبهم أعمارهم أقل من 14 سنة وأيضا نسبة تقريبا 70 إلى 80 بالمئة من هذول الأطفال هم بنات فهذا الاتفاق اللي كان بين الانتحاد الأوروبي إنه كل دولة راح تأخذ مجموعة من هاي الأطفال وتستقبلهم كلاجئين بدولهم طبعا لحد هذه اللحظة الناس لا يزالون يتوجهون للحدود التركية التركية اليونانية يعني البرية على مزار على معبر بازار كولي اللي هو نقطة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان واللي مثل ما شفتوا فيديوهات سابقة وأيضا بالصور السابقة إنه هذا المعبر حاليا مثل ساحة حرب يعني الناس المهاجرين يريدون يعبرون والقوات الشرطة اليونانية أو شرطة الحدود اليونانية قاعدت منهم وكذلك إنه هواي دول من الانتحاد الأوروبي ألمانيا النمسا وغير دول دزل تعزيزات لهذه النقطة ودزل أيضا تعزيزات على طول السياج الشريط الفاصل بين تركيا واليونان فحاليا هاي النقطة تعتبر يعني خصوصا هاي القريبة من البوابة هذه النقطة كلش خطرة لأن مثل ما شفتنا في فيديوهات سابقة إنه يرمون عليهم غازات أو قنابل مسيلة للدموع يرمون عليهم ميحار حتى يبعدوهم وأيضا يرمون رصاص حي ممكن بالهواء وهوائي شغلات يعني والناس اللي دتعوا برديث أذون ورجعوهم فحاليا هذه النقطة هي تعتبر يعني المشاكل كلها صار رب هذه النقطة فالعوائل والأطفال كلهم متجمعين مسافة يعني حاطين خيمهم بمسافة بالغابات والشباب والرجال هم اللي موجودين على هذه النقطة طبعا قبل يومان صار اجتماع بين بين تركيا والاتحاد الأوروبي بين تركيا بقيادة رئيسهم رجل طيب أردوغان وبين الاتحاد الأوروبي كان موجود به هواي شخصيات من هواي دول الاجتماع هو طويل تقريبا لمدة ساعتين وكل الاجتماع كان موضوعة انه يشوفون حل لهاي المسألة الحد الآن الاتفاقية الهجرة عام 2016 متفعلت شنو معناتها ما تفعلت مكнаتها إنها الحدود يظل مفتوحة لأنエتفاقية الهجرة تنص على أن تركيا تسد الحدود فثمكن ت tornسوا الحدود فمنوع بعد ن akkor أحد اللحظة لم تفعلت هذه الاتفاقية فبالتالي الحدود لا تزال مفتوحة الان من الجانب التركي قال عن يوناني مغلقة بالكامل لكن من الجانب التركي destبح الان الحدود لا تزال مفتوحة لهذه الاخت continued إلى الان الخارج لكن هذا الحجي ينطبق فقط على الطريق البرى أما الطريق البحري كان الناس يطلعون من المحافظات الجنوبية التركية فهذا الطريق انغلق بأمر من الحكومة التركية قبل هذه الفترة اللي راحت الأسبوعين اللي مضت أنه من تطلعون بالقوارب فخفر السواحل التركي ما يوقفكم مجرد خفر السواحل اليوناني إذا شافكم واكتشافكم راح يوقفكم أما خفر السواحل التركي كان لا يوجد أي صلة بالموضوع حاليا خفر السواحل التركي أيضا يوقفكم وذلك بسبب ان الحكومة التركية قطت قرار منعت انه الناس تطلع عن طريق القوارب بحجة انه حماية الناس من الغرق لانه صارت حوادث غرق وبحر ايش اللي هو الفاصل بين تركيا واليونان طبعا انا قرأت هواي تعليقات وهواي ناس سيلوني بس يعني انا ما عندي اتصال بهواي ناس موجودين عن الحدود واذا كواي ناس سيلوني انه عندهم اقاربهم اصدقائهم اخوانهم اهلهم ومفقدوا حاليا او مفقدوا الاتصال بهم فاكو اخبار حاليا خصوصا للناس اللي عبروا عن طريق البحر انه هؤلاء اللي مسكوا عن طريق البحر اللي مسكتهم خفر السواحل اليونانية لحد الان هم محتجزين على سفينة مقابل جزيرة تليسوس يعني هاي الجزيرة اللي قبل ما يوصلوا لها اكو سفينة قريبة عليها حاليا محتجزين اكثر من خمسمائة مهاجر موجودين على هذه السفينة فيعني انقطع التصالب اهلكم او اخوانكم او اصدقائكم ممكن يكونون على هذه السفينة لحد الان والهيومورايتس اللي هي منظمة حقوق الانسان طالبت انه طالبت الحكومة اليونانية بانه السماح لهذه الموجودين المهاجرين الموجودين على السفينة بانه يقدموا اللجوء لان مثل ما انا اعرف ومثل ما قلت لكم قبل تقريبا اسبوع اليونان اصدرت قرار انه ممنوع تطي اي طلب ممنوع تقبل اي طلب لجوء لمدة شهر يعني اي واحد يمسك رايح يعتبر خارج على القانون وبالتالي ينسجن فهذا القرار طبعا طلع قبل اسبوع فبذلك الناس اللي موجودين حاليا واللي وصلوا على الجزر اليونانية يعني احنا مدى نحجع الطريق البر لان طريق البر مثل ما قلت لكم اليونان غالقته بالكامل بس اللي اكو ناس يعني عبروا عن طريق القوارب وصلوا لجزر اليونانية يعني هذول الناس حد الان يعني مثل الموجودين بالفراغ يعني ما يحق انهم يقدمون طلب لجوء مجرد انه هم موجودين على اراضي اليونانية بس ما لهم اي حق بانه يقدمون طلب لجوء وطبعا تركيا يعني شون نددت بهالشي لانه هالشي يعتبر مخالف لاتفاقيات الهجرة ومخالف للانسانية لانه مثل ما نعرف انه اتفاقيات الهجرة انه لأي انسان الحق بطلب اللجوء مو بالضرورة انه ينقبل طلب لجوء او لكن عنده الحق انه يقدم على طلب اللجوء حاليا ورما اصدرت اليونان هذا القرار فاي حق لطلب اللجوء ماكو وهذا الشي طبعا انطبق على الناس اللي عبروا اليونان من المعمر البري واللي مثل ما شفنا بالصور مشاكل سرقة اموالهم ملابسهم محافظهم هوياتهم ويعني الناس منهم تعرضوا للضرب مثل ما شفنا في فيديوهات سابقاني نزلتها اذا فاتتكم اي واحد من هذه الفيديوهات رح يطلع هنا او هنا تقدرون تشوفوه بسبب هذا القانون فاي شخص انمسك رجعوه يعني اخذوا هاي الاغراض من عنده ورجعوه للجانب التركي لانه ما لاحق اي شخص ما لاحقي يقدم على طلب اللجوء وايضا هذا النهر اللي اكو نهر ميرج اللي هو فاصل موجود بين الحدود البرية التركية والحدود البرية اليونانية اكو هاي ناس يقبرون من عنده بس يا اخوان يعني نصيحة لكم اذا تشوفونا هذا الفيديو فهما اكو مهربين دي عبروه يعني هو مسافة كل شيء قليلة بس تدرون لان دنيا شيتا ونهر جاري فصعب الناس يمشون عليه اكو طبعا ناس دي يمشون عليه بس نصيحتي لكم انه حتى اذا تقبرون ترد يلزموكم وبعدين دي يأخذون منكم اموالكم وملابسكم واحتمال يأخذون هوياتكم وجوازاتكم وبعدها تترحلون الجانب التركي فما اكو داع لها المجازفة يعني حاليا اليونان مغلقة بالكامل الحدود يعني مو بس اليونان باقي الدول الاوروبية ده تسند اليونان ماديا وايضا بالجيش حتى يمنعون عبور اي واحد يعني حتى ده تشوفون تصريحات الاخيرة من ميركل من هواي دول يعني من علمانيا من النمسا من هنغاريا انه 2020 ما راح تكون مثل 2015 معناتها انه راح يسوون كل شي يقدرون علي حتى يمنعون هالشي ايضا وصلتنا اخبار انه بعد زيارة الهلال الاحمر للحدود التركية البرية اليونانية اللي هو بالتحديد معبر بازار كوليا طبعا سمعنا اخبار انه تم تسجيل اسماء الهواي من الناس وكانت الافضلية للناس السوريين بالبداية كانت الافضلية لهم فسجلوا اسامي هواي عوائل وناس لانه اكو مقترح حاليا اللي هو دا يتناقش يعني حاليا التحاد الاربية دا يناقشه واللي هو قبول 45 الف شخص من المهاجرين ولكن مو بالضرورة المهاجرين الموجودين على الحدود البرية اليونانية التركية ذا 1400 الف لحد all mieszemsnos مالاتهم محتigkeiten ممكن ياخذون مجموعة من الناس الموجودين على المعبر الحدودي ممكن مجموعة من الموجودين Duke موجودين ب الجذرة اليونانية اصلا او باليونان اصلا يعني من قبل ممكن مجموعة من الناس اللي عدنهم توطين أو اللي عدنهم على ال امول الى شمالاتенной المشرف وحالاتهم أو قضاياهم واصلة للحالة متطورة يعني واصلة المراحل النهائية من القبول لحد الآن مقرر أو أي قرار بخصوص هذا الشيء لأن القرارات النهائية راح تصير يوم 26 في هذا الشهر 26 ثلاثة راح يكون أكو اجتماع واللي هو راح تطلع من عند القرارات النهائية حول موضوع هذا الموضوع الهجرة وموضوع استقبال اللاجئين لكن تركيا طلبت من الاتحاد الأوروبي شغلات في مقابل أن يوقفون هذه حركة الهجرة والتهريب طلبه هو مساعدات مالية ومساعدات إنسانية من الدول من الاتحاد الأوروبي بسبب أن تركيا تتحمل العبء الأكبر من اللاجئين تقريباً بها ثلاثة ونصف مليون أو أكثر لاجئ وأيضاً طلبت من الاتحاد الأوروبي أن تركيا تنظم للاتحاد الأوروبي يعني بعد من أنه جاي المواطنين الأتراكي يسمح لهم بالسفر للدول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة وهو شيء حالياً موجود يعني مثل ما تعرفون لأن تركيا مو من ضمن الاتحاد الأوروبي وأيضاً طلبوا أن حلف الناتو ينظم إليهم أو يدعمهم لأنها شغلة عسكرية وسياسية فالحد الآن يعني الاتحاد الأوروبي موافق على طلبات تركيا لأنه باعتقادها أن تركيا قاعدت تبتزهم بهاي سالفة المهاجرين والهجرة ولكن بنفس الوقت يعني ما اضطوا أي قرار قالوا يوم 26 رح يصير الاجتماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ورح يقررون ما الذي يصير فى يوم 26 بالشهر رح نعرف آخر القرارات اللي رح تصير حول موضوع هذا الهجرة ولكن لحد الآن مثل ما صرحت الحكومة التركية أن الحدود التركية رح تظل مفتوحة لحد ما الاتحاد الأوروبي يوافق على شروط تركيا وأريد ايضا اوضح شغلة ثانية هكو هاي ناس يسألون لي بالتعليقات يقولون لي مثلا اريد نطلع عاني وعاني انت موجودين بتركيا عاني بالعراق عاني بفلان مكان شو نرأيك شو نصيحتي شو نصيحتي لكم بالنسبة لهذا الموضوع موضوع انه تطلع أو ما تطلع فالشي هو يرجع اليك يعني انت شخص حر وتتقرر شنو اللي احسن اليك وعائلتك بس اريد نصيحتي كشخص حاليا موجودة هنا بتركيا وكشخص ديتابع هاي الامور وديتشوف يعني التطورات وشنو اللي يدي يصير وقاعد يعني شون دا قيم الشي زين والموزين فنصيحتي اليك انه ما تطلع لانه لحد الان من يوم اللي بدت لهذا اليوم ما صار اي تحسن يعني شنو اللي صار عبر شخص واحد شخص واحد ما عبر كل اللي اللي عبروا الاشخاص اللي عبروا اللي قدروا يعبرون وبصعوبة طبعا شخص ما تطلع لانه هاي جوزت تقدروا تعبر وحدك المسكو وتعرضوا للضرب وتعرضوا للأهانة وتعرضوا وان اخذت فلوسهم وجوازاتهم وملابسهم وبهالبرد ورجعوهم يعني ما كو اي فد يعني شون نقول فضوة بعيد حتى تشوفوا حتى تتروح لما كو اي شيء يخليك أو يحفزك انه يقول لك اوكي ممكن الامور تتطور أو تتحول للاحسن ما كو هشيء لأن المصار الأحسن، حتى الآن كل ما نسمعه هو أخبار مو زينة والناس حتى الآن قاعدين على الحدود، قاعدين بالغابات، هم عوائلهم وأطفالهم هذا الشخص ما كان مضطر إذا أصلاً هو حياته، خلص، أنه هو معيس من حياته لأنه ليس هو مثلاً قاعد ببيته أو بين أهله وقاعد يفكر يطلع تهريب أو يطلع هجرة فأنا يا إخواني نصيحة مني لكم أنه لا تجازفون بهذا الشيء، لأن حتى الآن لا يوجد أي شيء أكيد وهي أصلاً كلها لعبة سياسية نحن نقول عسى ولعله أنه على عيون الناس اللي موجودين حالياً على الحدود واللي صار لهم تقريباً أسبوعاً أنه ما صار لهم أي شيء، إن شاء الله أنه تتطور الشغلة وإن شاء الله أنه تنفتح بوجههم لكني نصيحتي مني إليك إذا أنت من الأراق، إذا أنت أخوي صغير، أخوي تشبير، أختي، أمي، أبوي يعني نصيحتي أنه لا تطلعون ولا تجازفون بهذا الشيء، لأن هذا الشيء لحد الآن لا يوجد أي تطور ولا يوجد أي تحسن وما سمعني أنه هناك أحد عبار وأمورها تحسنت، لا يوجد هذا الشيء، وحتى باعوا، دعوا ببالكم حتى ذا عبرتوا، لنفرض أن الأمور كلها تمام ورب العالمين كاتب لك تعبوا، ورب العالمين نعطيك حظ حلو عبارة وبعدين، ستظل باليونان، كيف ستظل باليونان؟ الله يعلم كيف ستظل باليونان؟ إذا لم تصدقوني، أسألوا الناس الموجودين بالكامبات أو المخيمات الموجودة باليونان، أسألوهم، وشوفوا ما يحسون به، وما يعيشهم يعني أنا أعرف ناس موجودين بالكامبات اليونانية أو بالمخيمات اللاجئين اليونانية بالجزر، يعني صار لهم سنة وسنتين، وذولا الناس مو يعني ذول عندهم قضايا قوية، مثلا شخص من الأشخاص، مثلا عنده أصابة برأسه، شخص يعني أصابة قوية برأسه، وعنده كل التقارير الطبية، وعنده كل شيء، وأنه هذا العمل كان من عمل إرهابي، وأنه هو متحدد ببلده، وكل هاي الأسوالف، وكل هاي الشغلات، وهو مصاب، يعني مو أوكي، عدي ورقة مع الإصابة، وهنا يعني أكو أثره براسه، يعني شيء ينشاط بالعين قبل ما ينشاط بالعقل، فكل هاي الأمور أدى، وكل هاي شون ينقول، عنده يعني فاد دوافع، وعنده فاد أشياء ممكن تخليين قبل، ومن قبل، وظل تقريبا سنة إلى سنة ونص، وبعدين يعني وراها رجع للأراق، لأنه حالته كانت مأساوية، لأنه المكان اللي عايش به حشاكم ما ينعاش به بشري، يعني مكان جدا سيء، خدمات ما أكو، خدمات صحية ما أكو، كل شيء يعني مشاكل، لأنه أنت عايش بمكان مو وحدك، أنت عايش بمكان بكل جنسيات العالم، بأفغان، بباكستان، بسودان، بسوريا، بمصري، بمغربي، بكل الدول يعني، وأكيد يعني إحنا بشر، أكو ناس زينين وأكو ناس مو زينين، فقاتلت أنت وحضتك، يجوز ربك يحضتك إلى ناس مجرمين، ما تعرف شون السالفة، فالقصد أنه حتى إذا عبرت من اليونان، حتى إذا عبرت من تركيا اليونان، فباليونان شقد راح تضل ما تعرف، وشون اللي راح تواجه ما تعرف، يعني أنت هاي لازم كلها تحطا ببالك، أوكي، وبعد اليونان، فرضاً أنه بمعجزة طلعت ورثة قصيرة من اليونان، وبعدها هم راح تروح الدولة وهم نفس الحالة، هم راح تضل أكو إجراءات وأكو شغلات يتأكدون من عندها، يعني أنت هاي لازم كلها تحسبها ببالك، يعني أنه هاي الوقت اللي راح تقضي، من طلعتك من العراق إلى تركيا إلى اليونان، إلى هاي المسافة أو هذا الطريق كل اللي راح تأخذت تسوى الشيء، يعني إذا هي، إذا طلعت أنه تسوى الشيء فما أعرف إذا يعني الهالدرجة من ضايق، والهالدرجة حالتك صعبة، فأطلع، بس أنا يعني نصيحتي لكم أنه ما أعتقد أنه يعني شيء معقول أنه تجاسفونه بحياتكم على مدفد وهم موجود، أو فد شيء تسامعي قبل وهو حالياً ما موجود، لأنه مثلاً سمعت أنه شخص وصل، وشخص عاش حياته، وهو حالياً متطورة حياته ببلجيك، فرنسا، وألمانيا، بس مو بالضرورة، لأنه كل هذه الشغلات راح تصير إليك، لا، كل شخص وهو ظروفه، ووقته، وحياته، وحظه، فأني نصيحتي لكم أنه متجاسفون هالمجازفة، وتنتظرون، يعني عسى والعلى أنه يصير شيء أكيد، لأنه مثل ما وضحت لكم أنه راح تضيعون هواي وقت، مو بس وقت راح تضيعون، مصحتكم هم راح تضيعون، فلوسكم راح تضيعون هواي شغلات يعني، خلونا أهلكم، خافونا عليكم، ولا سامح الله كل شيء يحدث، لأنه في مكان أصلاً مو بوطنك، ومكان حتى القانون بي ضعيف، لأنه بمخيم كل شيء بيوت، تصير مشاكل، نحن كل مرة نرى أنه مخيمات تصير بها مشاكل، مثلاً قبل كم يوم، قبل أسبوع تقريباً، صارت مشكلة بوحدة من الجزر اليونانية، بمخيم اللاجئين، وصار حريق كبير بالمخيم، المشكلة صارت أنه صارت عركة بينطرفين، بينطرفين كان بناس فلسطينيين، وسوريين، وعراقيين، وطرف الثاني كان بباكستان، وأفغانستان، ويعني هذه الدول، وصارت مشاكل، وناس جرحة، وناس الصوبة، وناس مضلوبة في السجينة، فهذا قصدي أنه أنت مرح تروح للمكان ما البشر أو هذا، يعني أنت مرح تروح للمكان يفتقر كل الخدمات، يفتقر لهوائي شغلات، فأنت إذا مستعدت تضحب وهو شغلات على المودة، تروح لهذا المكان وتنتظر، فأني ماذا يريد عليك؟ يعني هاي قرارك وهي حياتك، يعني هذا الفيديو هو كملخص، ولو أنا طولت عليكم طبعاً بالوقت وأعتذر عن هذا، ولكن هذا كملخص كل اللي يصير لأنه هاي ناس دي يسيلوني بالتعليقات، يعني أنا ما أقدر أجاوب كل شخص وأجاوب نفسه، فأحبيت أوضح كم شغله بهذا الفيديو، أتمنى إن شاء الله أنه ستستفادون من أداء، ورح تقتنعون به، لأن هذا الشياني يتحكي من تجربة، هذا الشياني يتحكي من شخص عايش بهذا المكان، ويتحكي من ماذا يحدث، وأيضاً يتحكي من الناس، يعني يتحكي من المطلع، ويتحكي من المطلع، ويتحكي من ردود فعلهم، ومثلاً مرتاحين، وماذا يتحكي منهم، يعني إذا أخذ تجارب الآخرين، ويتحاول أوصلها لكم، فإن شاء الله يا ربي، ولو شخص واحد يستفاد من هذا الكلام، ويعني ينقذ هذا الكلام، أو لا يجعله يسوي في التصرف، يندم عليه بالمستقبل، هذا الذي كان عندي بهذا الفيديو، أتمنى أنه إن شاء الله أكون ما طولت عليكم، وأتمنى إن شاء الله استفاديتكم من عنده، كتبوا لي أنتم ماذا تريدون، أو أي أسئلة لكم، وأنا إن شاء الله أحاول، من أساوي فيديو، أحاول أجهوكم عليها، قدر المستطاع حتى توصل الفكرة لكم، وأيضاً أهم شيء أنه لا تنسوا تشتركوا بالقناة، وتفعلوا زر الجرس حتى يوصل لكم كل فيديو جديد، وأيضاً تنشرون الفيديو للناس والأصدقاء والأهل اللي يحبون يسمعون هذا الكلام، واللي ممكن يستفادوا من هذا الكلام، وإن شاء الله نشوفكم بال فيديو جائع، سلام